موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وعينات مشاهدين الكرام في الحلقتين السابقتين عرضنا سلسلة من التغريدات للعديد من الذين تحدثوا خول موضوع كان رائجا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو هاشتاغ انتشر وبكثرة على موقعي تويتر وفيسبوك حمل هذا العنوان والهاشتاغ عنوانا لعاشورة استغلال حوثي طبعا العديد من التغريدات والعديد أيضا من المنشورات التي وضحت حقيقة هذه الميليشيا ميليشيا الخوثي التي استغلت أبناء الشعب اليمني واستغلت أيضا حاجة أبناء الشعب اليمني للزج بالعديد من أبناء اليمن إلى محارق الموت وإلى الحروب وإلى الجبهات العبثية طبعا هذا نهيك عن الاستغلال الخوثي من الجانب الآخر وهو جمع الجبايات والأموال من مختلف المحافظات المسيطرة عليها تارة باسم الاختفاء بيوم عاشورة وتارة بيوم الولاية وتارة أخرى باسم المواجهة القوى الخارجية مصطلحات تعمل الميليشيا الخوثية على تجميلها لدفع بأبناء اليمن إلى الجبهات وأيضا لاستغلال طيبتهم بجمع الأموال ونهبها من أيضا جيوبهم احتفلت مؤخرا الميليشيا بما يسمى بيوم عاشورة طبعا يوم عاشورة وهو يوم معروف لدى عامة المسلمين بأنه اليوم الذي نجى الله به عز وجل موسى عليه السلام من بطشه فرعون ولذلك يصوم الناس فيه إيمانا واحتسابا وطلبا للأجر لكن الجماعة الخوثية خولت مسار هذه المناسبة الدينية لصالحها وأيضا جعلت من هذا اليوم يوما أسودا على أبناء الشعب اليمني وخصوصا تلك المناطق المسيطر عليها طبعا هذه الأفعال وهذه التصرفات التي تقوم بها ميليشيا الخوثية اليوم هي تماما كما تحدث اليوم في بعض من الدول المسيطر عليها من جماعة تؤمن بنفس الفكر وتسير بنفس النهج سواء كان في لبنان أو في العراق أو في حتى سوريا أو في إيران بمعنى أن الموجه واحد والمسير واحد والأفعال هي واحدة وهي تدمير الشعوب ونهب مدخراتها وإيراداتها طبعا هناك الكثير من اليوم من التغريدات التي سوف نعرضها للكثير من من غردوا حول هذا الموضوع الموضوع الذي ما يزال إلى حد اليوم رائجا ومتصدرا خصوصا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من التغريدات التي سوف نعرضها اليوم مشاهدين الكرام لحضراتكم لكن بعد فاصل قصير تكرم نبقى معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد سنبدأ هذه الحلقة بعض سلسلة من التغريدات لكن قبل البدء تفضلوا بمشاهدة هذا الفيديو الذي وضح حقيقة الميليشيا الرحوثية في السلب والنهب وسعيها أيضا لاستغلال المناسبات الدينية من ثم نعود ترجمة نانسي قنقر إذن نبدأ بعرض أول تغريدة مشاهدين الكرام لمحمد أنعم الذي بدأ تغريدة بهاشتاغ عاشورا استغلال خوثي حيث قال عاشورا استغلال خوثي قيمة الإفلاس أن تجد من يتحدث عن عاشورا ويدرف دموع التماسيح وهو يسفك دماء اليمنيين ليلا ونهارا باطلا وفي معارك قدرة وجوعا وأمراضا وعطشا وفقرا عباد النار وأبناء المجوس أياديهم تنزف بدماء أهلنا تبا لهم عبيد بكربلا وقتل في اليمن طيب هنا تغريدة أخرى مشاهدين الكرام لعبد الكريم المدي حيث قال كل مناسبة دينية يعرفها الشعب اليمني أو استوردها الحوثي من إيران صارت مصدر قلق ونافذة جديدة للجبايا الخوثية التي تصادر ممتلكات الناس وكرامتهم وتسامحهم لمصلحة مشروع طائفي وعنصري وافد من بلاد فارس يوم أمس أصبحت صنعاء منطخة باللون الأحمر بشعار الحسينيات الموجودة اليوم والتي تم الاحتفاء بها ورفعها في إيران وفي أيضا لبنان وفي بعض من الدول التي تؤمن بنفس الفكرة التي اليوم الحوثي يسير وفقها صنعاء وما يحدث فيها شيء غريب ولم يعرفه أبناء الشعب اليمني إلا منذ جاءت هذه الجماعة أبناء اليمن يموت نجوعا وفقرا ومليشيا الحوثي تقيم فعالياتها ومناسباتها بالملايين من الريالات بينما أبناء اليمن ينتظرون لقمة عيش كل بيت وكل منزل في البلاد أصبح متأثرا بسبب هذه الحرب العبثية وبسبب مليشيا الحوثي التي أكلت الأخضر واليابس وليوم تعمل على نهب المواطنين من أجل الظهور أمام العالم وأمام وسائل الإعلام وأمام أيضا الناس بأنهم قوة على الأرض وهم عبارة على شيء تبان أو تتضح حقيقتهم عند اشتداد المعارك وعندما توجد معركة صادقة وحقيقية في مختلف الجبهات ينفرون ويهربون كالفئران هنا تغريدة أخرى مشاهدين الكرام لفكري العرشي كثيرا من أو كثير من الخرافات الدخيلة على شعبنا اليمني كانت وما تزال مثار استغراب ومحصورة في مشاهدة تلفزيونية نتابعها من خلال التقارير الإعلامية ومنها عشورة الإيرانية والاستخفاف بالعقل الآدمي اليوم مع سيطرة الميليشي على صنعاء أصبحت عشورة استغلال حوثي لم نكن في شيء من تاريخ اليمن الإعلامي عبدالله إسماعيل أيضا غرد وقال دخلا وغزا يحاولون أن ينشروا في يمن الإيمان تقوسهم الدخيلة عليه ويغفلون إرهابهم ونهمهم بخرافات لم يعرفها اليمني إلا في لحظات تاريخية بائسة استطاعوا على غفلة من نان يسيطروا على جزء من اليمن عاثوا فيه فسادا وتكفيرا وتجريف نتابع هذا الفيديو مشاهدين الكرام أيضا للسعي الحوثي لاستغلال المناسبات الدينية والاحتفاء بيوم عشورة وتحويل مسارة وتحويل مسارة لأي مناسبة دينية بطرق وبألعيب عبثية وأيضا شيطانية نتابع تغليد هنا أخرى مشاهدين الكرام لمحمد المخلافي حيث قال حتى من يعارضون تقييم أو نقد أو الخوض في شخصية الحسين وبقية الصحابة رضي الله عنهم يتناسون أن من جر النخبة والإعلام وحتى الشارع لهذه الزاوية هو الخوثي باستغلاله للمناسبات الدينية في الزرع الطائفية على الطريقة الإيرانية وهؤلاء لا يستطيعون قول لا للخوثي الهدف من كل هذه الأفاعيل والأيضا التصرفات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي هو أن الخوض في أعراض الصحابة وأيضا الإعطاء مساحة أكبر لمن في قلبه مرض وشك من الإسلام ومن الدين الإسلامي ومن الصحابة ومن الأنبياء بالخوض في أعراضهم والتشكيك فيهم فلذلك ظهرت في الأون الأخير ومنذ أن ظهرت هذه الجماعة واستفحلت أكثر العديد من المنتقدين ظهروا والعديد أيضا من المعارضين للإسلام والعديد أيضا من المشككين نتيجة لأن الجماعة الحوثياب جاءت واستغلت كل مناسبة دينية جاءت وحرفت وحولت مسار الإسلام الإسلام الذي يؤمن بالتعددية ويؤمن أيضا بكذلك المحبة والسلام ويدعو إلى كل هذه الأشياء التي ترغب الغير في الدخول في الإسلام بكل سهولة ويسر فأتت الجماعة لتنسف كل هذه المعتقدات وحولت الدين الإسلامي من دين يسر ومن دين محبة وسلام إلى دين يخاف منه الجميع يخاف منه من أراد أن يدخل إلى الإسلام وهو أراد الدخول فيه فحاولت الجماعة منذ أن سيطرت على المدن ومنذ أن توسعت وتمددت أكثر فأكثر أن تستغل هذه النقطة وأن تعمل على الدخول في المخضور وأيضا التشكيك في الصحابة والتشكيك في المعتقدات التي صار عليها اليمنيين لمئات السنين العميد روكن محمد الكوميم أيضا غرد وقال حول الحثيران العام إلى مناسبات لا تنتهي وجعل منها مناسبات للفيذ والسلب والنهب والضحك على الناس بالدعاء حقية الوصاية على اليمنيين باعتباره ولي من أولياء الله وابن لي الرسول في أكبر خدعة وكذبة في التاريخ لدغدغة عواطف الشعب اليمني أيضا هنا تغريض أخرى مشاهدين الكرام لمانع المطري حيث قال يبكر خوثي على الحسين الذي قتل قبل 1400 سنة ويعمل لجعل البكاء دينا لليمنين بينما مواكب أبناء اليمن الذين غرروا بهم لقتال أبناء جلزتهم يمنعهم من البكاء عليهم بل يزفهم بالطبول والمرافع والبرع ويقول لهم هذه زفة العرسان الدم اليمني لا بواكية له وهذه من ضمن الحقائق مشاهدين الكرام يعني لو لاحظتوا أنه يوم أمس عندما تم الاحتفاء بالطريقة الحوثية بيوم عاشورة عما الحزن وحاولت الجماعة الحوثية أن تفرض الحزن والبكاء والعويل والصراخ في أماكن الاختفال وفي ساخات الاختفال وعندما تضع مقارنة بسيطة مثلما وضع الأخمان على المطري تجد أنها حقيقة وفعلا يعني لو سقط واحد من أبناء القبائل في جبهة من جبهة الحوثي وعاد في صندوق أخضر تأتي الجماعة الحوثية بعدة نساء من أجل رسم الفرحة في الموكب الذي يساق أو يسير فيه القتيل وكذلك تأتي الجماعة الحوثية بالبرع وفي أيضاً إطلاق الرصاص في السماء وكأنهم ذاهبون لصلاة العيد فرحين ومبتهجين لأنه سقط واحد من أبناء القبائل لأنه سقط واحد من أبناء اليمن هذا الانتقام وهذا الحق تكنه الميليشيا لأبناء اليمن بينما عندما يسقط واحد من المحسوبين على السلالة واحد من المحسوبين على أسرة معينة سرعاً ما ترى الحزن في كل مكان حتى في قنواتهم لكن أبناء القبائل هم وقود لحرب الميليشيا العبثية وعندما يموت واحد منهم في النوق بيكون الفرح موجود في قلوب ونفوس الجماعة الحوثية طيب هنا تغريدة أخرى لأصيل السقلدي حيث قال الحوثية كالجراثيم لا تعيش إلا في المستنقعات والأماكن الملوثة وحياتها مرتبطة بالتخلف والجهل فلأنها لا تستطع العيش وسط مجتمع متعلم ومثقف تحارب العلم والثقافة وتكرس الجهل والتخلف والأفكار الهدامة الدخيلة التي تستولدها من إيران أبرزها توقوص عاشورة الاثني عشرية عاشورة استغلال حوثي سنسابع هذا الفيديو أيضا القصير مشاهدين الكرام عن يوم عاشورة واستغلاله من قبل الميليشيا تغريدة أخرى مشاهدين الكرام لعدنان الضلعي يستغل الحوثيون المناسبات الدينية كمناسبة لجمع الأموال من التجار وأصحاب المخال لدعم حربهم ضد اليمنيين تحت مسمى مواجهة العدوان وما إن يطالب الموظفين بمراتباتهم يكون مبرر الميليشيا أنهم في حصار بالمقابل تصرف مئات الملايل لطقوس وفعاليات الميليشيا إليكم مشاهدين الكرام هذه الصورة التي أدرجها عبدالله المنيفي يعني ساحة من ساحات الاعتصام أو عفاً الجمع الذي جمعت العناصر الحوثية فيه في العاصمة صنعة اختفاء بما أسمي بيوم عاشورة يعني كوكأنك تشاهد صورة في إيران يعني نشاهد الصورة وتغريدة عبدالله المنيفي عنها رايات حمراء في صنعاء هذه ليست صنعاء اليمن كما هي بل صنعاء التي تريد إيران أن تصبح فارسية تعلي رايات الحقد وتصطبغ بالدماء أما محمد الدكتور محمد الزياد فغرد أيضا الحسينيات هي هولوكست الشيعة فبينما يستخدم اليهود ذكرى الهولوكست للوصول إلى أطماعهم ونهب ما ليس لهم وتبريرهم إقامة وطن قومي لهم على حساب غيرهم فإن الشيعة كذلك يستخدمون عاشورة والحسينيات للوصول إلى تحقيق نفس الأطماع التي يسعى لتحقيقها اليهود لأنفسهم بالباطل عرضنا يوم أمس مشاهدين الكرام فيديو لمن يسمون أنفسهم بأنهم شيعة شيعة علي رضي الله عنه هؤلاء الأشخاص وهم يتبركون في الأرض ويزحفون كالزواح في عمل وفي أسلوب عندما تشاهده لأول لحظة تشعر بالشمئزاز عندما تشاهد هذا الفعل تدرك حقيقة بأن هناك مخطط ومسعى حثيث للطعن بالإسلام وبالمسلمين لتشويه صورة الإسلام بشتى أنواع الطرق والوسائل واليوم يطبق هذا الفعل في بلادنا وفي اليمن بدأته الميليشيا منذ التشكيك بالصحابة رضوان الله عليهم بدأته الميليشيا أنا أتحدث عن المستوى الداخل في بلادنا بدأته أيضا منذ تفجير منذ تفجير أول مسجد في اليمن بدأته الجماعة الحوثية منذ ملاحقتها للمشايخ والعلماء ولقتلها من يحملون شهائد العلم فبالتالي هناك مسعى للتفرد بالحكم من أجل فرض فكر جديد على اليمن وعلى اليمنين ورضما لتهديد المنطقة بشكل عام اليوم سنتابع فيديو آخر مشاهدين الكرام لمجموعة من الأشخاص وهم يزحفون في الأرض كما يعني يخال لهم بأنهم يتقربون من الله بهذا الفعل طبعا هذا الفيديو من إحدى البلدان التي فيها جماعة نفس الفكر الحوثي ونفس العنصرية التي هي اليوم تطبق في بلادنا وفي مناطق سيطرة الحوثيين نتابع مجاهدين الكرام طبعا كان هذا هو الفيديو الأخير الذي اختتمنا به حلقة اليوم طبعا الحلقة اليوم والحلقتين السابقتين خصصناها لاستعراض تغريدات العديد ممن تحدثوا خول موضوع عشورى استغلال الحوثي وهو هاشتاغ وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا في موقع تويتر الذي تصدر وبشكل كبير جدا عرضنا تغريدات للعديد من السياسيين العديد أيضا من المثقفين العديد من الكتاب والقراء الصحفيين الناشطين الجميع أبدأ رأي مختلف عن الرأي الآخر الجميع تبادلوا التغريدات وأيضا تبادلوا نقل الرسائل المهمة التي اعتبروها مهمة ووجهوها للمجتمع الدولي للعالم بأسره بتعريفه بهذه الميريشيا التي تريد أن تفرض فكرا جديدا بقوة استلاحها سفكت الدماء منذ اليوم الأول لسيطرتها على بعض المخافضات جاءت الحديد والنار لتحكم اليمنيين ولتنتقم منهم اليوم نلاحظ أن صنعاتها خولت إلى مقبرة وإلى مجزرة مفتوحة وإلى ساحة للاعدام هذه حقيقة عندما تسير فقط في أي شارع من شارع صنعاتها تلفت يمينا ويسارا وتجد الموت منتشرا في كل مكان صور القتلى هنا وهناك الشعارات التي فيها من العنصرية والطائفية وفيها من الدعوة للموت والقتال والثار إذن مشاهدين الكرام بهذا أكون قد وصلت بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة اليوم من هذا على أمل أن ألقاكم يا مغد في خير وعلى خير دمتم دام الوطن سالما معافى إلى اللقاء موسيقى